من غزة سيد محمد حجازي معنا سيد محمد هل هي دعاية انتخابية أم وعد بلفور جديد؟ يعني هي لتنتين معا هي دعاية انتخابية خاصة نتنياهو نعم ولكن الدعاية الانتخابية تنتهي بالانتخابات أما وعد بلفور فمازال قائما منذ أكثر من مئة عام بالتأكيد بالتأكيد ولكن أنا أريد يعني أن أتحدث عن ثلاث قضايا يعني مطروحة الآن لدى الفلسطين وهناك أثارت الكثير من التساؤلات ماذا يعني وحدة الموقف الفلسطيني على سبيل المثال؟ هذه مسألة في غاية الأهمية هل وحدة الموقف الفلسطيني هو الاكتفاء بعقد اجتماعات وبيانات وبعض الخطابات هنا هناك؟ بالتأكيد لا وحدة الموقف الفلسطيني يجب أن يتبعوا إجراءات على أرض أولى هذه الإجراءات هو التوافق على برنامج وطني يشكل حد أدنى نضالي للفلسطين في المرحلة القادمة التي نحن ندخل بها يعني الآن إضافة إلى إنهاء للقسام هذه مسألة يعني مهمة حتى نتصالح يعني مع الشعب بعد ذلك نأتي إلى موضوع التحضير إلى أن يتحرك الشارع الفلسطيني في كل الميادين في الضفة الغربية وفي مدينة القوس وحتى في خطاع غازي وحتى في الشتات يجب أن يستند القرار الوطني الفلسطيني على تحرك الفلسطيني على الأرض وفي كل الميادين حتى نؤسس إلى انتفاضة شعبية يعني واضحة بدون ذلك تبقى كل قرارات الفلسطينية غير مؤثرة بالشكل المطلوب ولا تكون بمستوى الحدث التي تم يعني اليوم من خلال صفقة القرنة وبالتالي الموقف الفلسطيني الرسمي جيد ولكن هذا يحتاج إلى تحرك على الأرض يحتاج إلى تحرك بمستويات مرتبطة ووحدة الموقف الفلسطيني بين هذا الانقسام بالتوافق على برنامج نضالي فلسطيني إضافة إلى وحدة المؤسسات وتجديدها إلى آخر من هذه القضايا قضايا للأسف لحتى الآن في الكثير من التساؤلات تطار يعني حولها ولكن علينا أن نفكر بها جيدا لأنه بدون ذلك خاصة تحرك الشارع الفلسطيني سيبقى الفلسطينيون ضعفاء أمام مواجهة فعلا نكبة جديدة يعني بعد 48 نعيش فصولها الآن اشتركوا في القناة